ليست حرب التحالف وحدها من تدخل حيز اهتمام ميليشيا الحوثي بل ثمت حرب أخرى أكثر أهمية لها وهي حربها ضد المواطن بطرق متنوعة وأساليب جديدة تساهم الميليشيا في انهيار الوضع الاقتصادي وتفاقم الوضع الإنساني لملايين المواطنين بدءا بالتلاعب بالعملة وانتهاءا بالتلاعب بأسعار المشتقات النفطية تلاعب تم بعد بث الميليشيا إشاعات عن منع الحكومة الشرعية للسفن المحملة بالمشتقات النفطية من التفريق في ميناء الحديدة وهي الإشاعة التي تم نفيها تماما من قبل اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة الشرعية التي أكدت منح تصريح لدخول الناقلة دامس إلى ميناء الحديدة والتي تحمل على متنها نحو 25 ألف طن من مادة البنزين بيان اللجنة الاقتصادية أكد أن حصة الميناء من واردات المشتقات النفطية المصرح لها من الحكومة وصلت إلى حوالي 70% من الواردات المخصصة للموانئ اليمنية اللجنة الاقتصادية اتهمت الميليشيا بنشر شائعات شحة المخزون من المشتقات النفطية من أجل احتكارها وبيعها في السوق السوداء بأسعار تزيد عن السعر الطبيعي بما لا يقل عن 40% في السوق الرسمي وبما يزيد عن 150% في السوق السوداء اتهامات للجنة عقبها تحذير وجهته إلى لجنة المدفوعات الحوثية من المضاربة على العملة بأموال المشتقات النفطية الأمر الذي قد ينعكس على حياة المواطنين المعيشية ويضاعف من المعاناة الإنسانية في بلد يحاصره الموت والجوع والأزمات ترجمة نانسي قنقر